ترجمة نانسي قنقر تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أمانة التظلمات ومفوضية حقوق السجنة على البرامج التأهلية وتدريبية في السجون المفتوحة خلال زيارة إلى مجمع السجون المفتوحة أطلع سعادة الشيخ خالد بن راشد أهل خريفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للأمانة العامة لتظلمات وأعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وذلك بحضور قضاة تنفيذ العقاب على الخدمات والبرامج التأهيلية وتدريبية المقدمة للمستفدين من برنامج السجون المفتوحة وكذلك المرافق والتجهيزات العصرية والتقنيات المتطورة التي يتم استخدامها في تسيير العمل والإجراءات المتبعة في البرنامج والذي يأتي استكمالا لنجاحات مشروع العقوبات البديلة طبعا اليوم تشرفنا بحضور الزيارة المعلنة لزيارة السجون المفتوحة وما شهدناه اليوم هو مفخرة لكل بحريني ما وصلنا إليه من تطور يشهد له العالم كله أجمع شفنا البرامج التأهيلية شفنا أيضا الأماكن التي تعتبر من أفضل الأماكن على كل معيار هي أماكن فعلا مناسبة للجميع وفوق المناسبة أيضا استطعنا أن نناقش بعض النزلاء وكيف وضعهم داخل السجون المفتوحة تجربة بحرينية يشهد لها الجميع ويشهد لها العالم بتطور بتغيير مفهوم السجن والمؤسسة العقابية ما طلعنا عليه اليوم هو يخضع لأدق التفاصيل لإعادة التأهيل فأنا فخور جدا بما شفته اليوم هذا ويعد برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ويعتبر برنامج السجون المفتوحة كأحد البرامج الفاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير منظومات حقوق الإنسان